بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط أهلا وسهلا بكم في درس اليوم من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط لدينا اليوم يونت 2 لسن 10 الوحدة الثانية الدرس العاشر On page في صفحة 25 في صفحة 25 of your students work في كتاب الطالب أنوان الدرس هو What is your hobby؟ ما هي هوايتك؟ هنا لدينا reading passage قطعة للقراءة وهي من القطع المهمة التي دائما ما يرد عليها أسئلة في الامتحان الوزاري في هذه القطعة لدينا 5 paragraphs خمس فقرات القطعة طويلة نوعا ما أعزائي طلبة ولكن ليس لدينا خيار سوف نقرأها ونترجمها وبعد ذلك ننتقل إلى التمارين الموجودة على هذه القطعة في كتاب التمارين ثم ننتقل إلى الأسئلة الوزارية الواردة على هذه القطعة وكما قلنا أنها من القطع المهمة في الصعود له هوايتك؟ ما هي أنها ستحهي؟ potent، يمكن أن هذه المواعي في طويلة عندما تح واحدة في شراء ولقم جنوية في تحديد وريلine لغ��� على الأسئلة ليس لما تحديد أن تحديدMP ف or artistic, playing sports and other games or of course simply watching television. By continually participating in a particular hobby one can acquire substantial skill and knowledge in that area. الآن أزائي تلبسه في نترجم هذه الparagraph Do you have a hobby? هل لديك هواية؟ What is a hobby? ما هي الهواية؟ الآن سوف يعرف لنا الهواية. Generally, عادةً this is something هذه يعني الهواية شيء ما you do in your spare time تفعله في وقت فرارك for enjoyment من أجل المتعة and relaxation والاسترخاء rather than وليس something شيئا ما you do أنت تقوم به to earn money لكي تكسب النقود إذن هذا هو تعريف الرواية عفواً الهواية عزائي الطلبة something you do in your spare time شخص عفواً شيء ما تقوم به في وقت فرارك for enjoyment للمتعة and relaxation والاسترخاء rather than something you do to earn money وليس شيئا تقوم به لكسب النقود though على الرغم من sometimes أحيانا a hobby الهواية can turn into a job يمكن أن تتحول إلى وظيفة أو مهنة أو عمل hobbies الهوايات can include يمكن أن تتضمن collecting things جمع الأشياء doing something creative or artistic القيام بشيء ما creative إبداعي or artistic فني playing sports ممارسة الرياضة and other games وألعاب أخرى or of course أو بالطبع simply ببساطة watching television مشاهدة التلفاز إذن الهواية ممكن أن تتضمن collecting things doing something creative or artistic playing sports and other games or of course simply watching television by continually participating in a particular hobby by continually participating بالمشاركة المتكررة أو بشكل متكرر in a particular hobby في هواية معينة one يعني الشخص أو الإنسان can acquire يمكن أن يكتسب substantial skill مهارة substantial كبيرة and knowledge ومعرفة أيضا كبيرة in that area في ذلك المجال أو في ذلك الميدان ننتقل أعزائي الطلبة إلى البرغراف الثانية لدينا الآن four paragraphs أربع فقرات في كل فقرة سوف يتكلم عن هواية معينة ويقضع اسم هذه اللواية باللون الغامق هنا لدينا swimming fishing jewelry making و blanket weaving نأتي الآن إلى paragraph number two if you live near the river إذا كنت تعيش بالقرب من المهر you may enjoy أنت ربما تستمتع ب swimming السباحة or fishing أو صيد السمك or sorry on a sweltering hot day وفي يوم شديد الحرارة sweltering يعني حارق أو شديد الحرارة hot heart وday يوم there is nothing more refreshing لا يوجد شيء منعش أكثر than من jumping into the cool water القفز في المياه الباردة and is fun وإنه لأمر ممتع to race your friends and to سابق أصدقاؤك to the other side إلى الضفة الأخرى من النهر with enough practice وبالممارسة الكافية you may even get fast ربما أنت تصبح يعني سريعا enough بما يكفي to train لكي تتدرب to enter competitions لتدخل في المنافسات and one day وفي أحد الأيام compete to naffes in the Asian Games في الألعاب الأولمبية or the Olympics or in the Asian Games في الألعاب الآسيوية or the Olympics or في الألعاب الأولمبية لايك مثل مهند أحمد ضياء العزاوي كما فعل مهند أحمد ضياء العزاوي دد فعلة in 2012 في سنة 2012 سوف نقرأ البرغراف دون ترجمة If you live near the river you may enjoy swimming or fishing On a sweltering hot day there is nothing more refreshing than jumping into the cold water and it's fun to raise your friends to the other side with enough practice you may even get fast enough to train to enter competitions and one day compete in the Asian Games or the Olympics like مهند أحمد ضياء العزاوي did in it in 2012 ننتقل إلى paragraph number 3 إلى الفطر الثالثة If swimming sounds like too much hard work fishing may be more your kind of hobby Traditionally fishing is something fathers often enjoyed teaching their sons many people many people find there is nothing more relaxing than sitting next to a beautiful lake or river watching nature and feeling part of it If you are really lucky you may even catch something to take home for dinner الآن سوف يتحدث لنا عن هواية صيد السمك If swimming sounds like too much hard work إذا كان أو إذا كانت هواية السباحة أو السباحة تبدو على أنها عمل شاق جداً fishing صيد السمك may be more your kind of hobby ربما تكون نوع الهواية التي تعجبك أو نوع من أنواع حوايتك Traditionally عادة fishing صيد السمك is something هي شيء fathers الأباء often enjoyed غالباً يستمتعوا teaching their sons بتعليم أبنائهم هذه الهواية Many people الكثير من الناس find يجدون there is nothing more relaxing أنه لا يوجد شيء يدعو إلى الاسترخاء أكثر من than sitting next to a beautiful lake or river من الجلوس بالقرب من نهر أو بحيرة جميلة watching nature مشاهدة الطبيعة and feeling part of it والشعور على أنك جزء من هذه الطبيعة If you are really lucky إذا كنت أنت محبوضاً جداً you may even catch something ربما أنت تمسك بشيء ما أو تصداد شيء ما to take home لتأخذه إلى المنزل for dinner للعشاء بالعشاء Paragraph number 4 and friends too نأتي الآن إذا ترجمت هذه البرغراف Being created إذا كنت مبدعاً أو عندما تكون مبدعاً and making things صناعة الأشياء أو عمل الأشياء can also be extremely enjoyable ربما أيضاً يكون ممتعاً جداً extremely جداً من السنين إلى مئات من السنين You can make beautiful necklaces أنت يمكنك أن تصنع beautiful necklaces bracelets and earrings يمكنك أن تصنع أقراط وأسورة وأيضاً قلادات جميلة Using مستخدماً many different materials يعني مواد مختلفة Including من ضمنها silver الفضة glass beads والخرز الزجاجية and even shells وأيضاً حتى الصدفات They make wonderful gifts هم يصنعون هدايا رائعة for your family لعائلتك and friends ولأصدقائك too أيضاً إذا هنا يتحدث عن jewelry making صناعة المجوهرات هواية صناعة المجوهرات ننتقل الآن إلى the last paragraph الفقر الأخيرة Another ancient craft still popular in many homes is a blanket weaving Many communities share a loom and you can create beautiful patterns using wool, felt, silk, or mohair The patterns on the blankets can vary from region to region and popular colors are bright reds, oranges, browns, yellows, and bulls You need a lot of patience for this hobby as it takes a long time to make one blanket but it is something for your family to treasure for generations نأتي الآن إلى ترجمة هذه الفقراء أعزائي الطلبة Another ancient craft craft بمعنى حرفة أو نعم حرفة أو عمل حرفة قديمة أخرى still popular لا تزال شائعة in many homes في الكثير من المنازل is a blanket weaving هي حياكة البطانية إذن هنا سوف يتكلم عن هواية blanket weaving Many communities الكثير من المجتمعات share a loom تتقاسم أو تشترك في a loom الا loom هو المنوال هذا موجود في الصورة هذا ألوم يسمى ألوم وهو يستخدم للحياكة عفوا share a loom تتقاسم أو تشترك في ألوم and you can create وأنت يمكنك أن تعمل أو تخلق beautiful patterns أشكالا جميلة using مستخدما wool الصوف felt لباد هذا نوع من الجلود silk الحرير أو موحر أو صوف الماعز أو صوف نوع من الماعز the patterns النماذج أو الأشكال on the blankets على البطانيات can vary يمكن أن تختلف from region to region من منطقة إلى أخرى and popular colors والألوان الشائعة are bright reds هي الأحمر البراق oranges اللون البرتقالي browns اللون البني yellows اللون الأصفر and blues واللون أو الألوان الزرقة you need a lot of patience أنت تحتاج إلى الكثير من الصبر for this hobby لهذه الهواية أي هواية blanket weaving هذه الهواية تحتاج إلى كثير من الصبر as it takes a long time لسبب أنك أو هي تأخذ وقتا طويلا to make one blanket لكي تصنع بطانية واحدة so why do you need a lot of patience in blanket weaving hobby لماذا تحتاج الكثير من الصبر في هواية حياكة البطانية as لأنها it takes تأخذ a long time يعني وقتا طويلا to make لكي تصنع one blanket بطانية واحدة but it is something لكنها شيء ما for your family لعائلتك to treasure لكي تعتز به أو تكتنزه for generations لعدة أجيال إذن هذه عزائي الطلبة قطعة what is your hobby وكما قلنا هي من القطاع المهمة أوكي عزائي الطلبة ننتقل الآن إلى التمارين الواردة على هذه القطعة في كتاب التمارين لدينا في كتاب التمارين exercise number c on page 32 في صفحة 32 وثلاثين We have two exercises exercise number c التمريه c and lesson ten والدرس العاشر هنا we have definitions لدينا تعريف كما قلنا عزائي الطلب هذا هو سؤال تعريف سؤال تعريف من الأسئلة المهمة التي دائما يرد عليها سؤال في الامتحان الوزاري فأي سؤال تعريف أعزائي الطلبة هو سؤال مهم نأتي الآن write the words to match the definitions اكتب كلمات تلائم هذه التعريف هنا لدينا التعريف ولكن يريد مننا أن نكتب الشيء الذي هذا هو تعريفه لدينا five sentences or five definitions خمسة تعريف سنقرأها ونحلها أنا قمت بحلها مسبقا لكي لا يكون الدرس طويلا number one something you do in your spare time شيء تقوم به في وقت فرارك هذا هو تعريف hobby الهواية إذن الهواية something you do in your spare time شيء تقوم به في وقت فرارك تعريف الهواية number two a funny book film or play مسرحية أو فيلم أو كتاب هزلي أو مضحك هذا تعريف كلمة comedy الكميديا comedy بمعنى مضحك أو كوميدي إذن a funny book film or play comedy number three another word for a writer كلمة أخرى تشير إلى الكاتب هي كلمة author المؤلف so another word for a writer كلمة أخرى تعمي كاتب author مؤلف المؤلف والكاتب كلمتان لهما نفس المعنى إذن another word for a writer author كلمة أخرى تشير إلى الكاتب هي المؤلف activities like running jumping and swimming فعاليات مثل الجري والقفز والسباحة sports الرياضة أو رياضات هذا هو تعريف الرياضات so activities like running jumping and swimming sports فعاليات مثل الجري والقفز والسباحة هو الرياضات you go to one of these to hear someone sing or play music أنت تذهب إلى واحدة من هذه لكي تسمع شخصا ما يغني أو يعزف الموسيقى concerts هي الحفلات الموسيقية concerts 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 بمعنى حفلات موسيقية مفردها concert حفلة موسيقية you go to one of these to hear someone sing or play music concerts كما قلت عزاء الطلبة مهم جدا المثال الدرس العاشر أيضا لدينا تعاريف عزاء الطلبة يعطينا تعاريف in the box تعاريف في الصندوق ويريد بنا أن نكتب الشيء الذي هذا تعاريفه ونا سوف نعتمد على ال reading passage التي قرأناها قبل قليل what is my hobby ما هي هوايتي read and find out اقرأ واكتشف الشخص سوف يتكلم عن هوايته والمطلوب بنا أن نحذر ما هي هوايته ونكتبها في هذا الفرع I get small pieces of glass metal or shell and create things for people to work أنا أجلب أو أحصل على small pieces قطع صغيرة of glass من الزجاج metal المعدن or shell أو من الصدفات أو الأصداف and create things وأصنع أشياء for people للناس to work لكي يرتدوها هذه هي هواية jewelry making صناعة المجوهرات jewelry making okay number two I sit by a river أنا أجلس بالقرب من النهر with a long thin rod ولدي عصى طويلة ونحيفة fishing هذه هي هواية صيد السمك I sit by a river with a long thin rod fishing okay number three I use colorful threads أنا sorry I use colorful threads to make something to keep you warm أنا أستخدم خيوطا ملونة لكي أصنع شيئا to keep you warm يجعلك تشعر بالدفت ما هي هواية blanket weaving حياكة البطانية blanket weaving إذن I use colorful threads to make something to keep you warm blanket weaving okay number four I work hard أنا أعمل بجد to go further I'm sorry أولا سوف أقرأها بدون ترجمة I work hard to go further and faster My hobby means I get what I work hard أنا أعمل بجد to go further and faster لكي أذهب أبعد وأسرع okay My hobby means هوايتي تعني I get what أنا أصبح أو أكون مبتلا هذه الهواية هي swimming السباحة swimming okay The last one الهواية الأخيرة My hobby is relaxing It's very relaxing Okay My hobby is very relaxing I just sit and watch from my comfortable chair هوايتي is very relaxing تدعو للاسترخاء جدا Then I just sit فقط أجلس and watch وأشاهد from my comfortable chair من كرسي المريح أي هواية هذه watching television or watching TV My hobby is very relaxing I just sit and watch from my comfortable chair watching TV إذن عزائي الطلباء أيضا هذا التمرين مهم هو يأتي عليه أسئلة في الامتحان الوزاري الآن سوف ننتقل إلى الأسئلة الوزارية الواردة على هذا الموضوع نأتي الآن إلى بعض الأسئلة الوزارية على موضوع What is your hobby إذن What is your hobby ما هي هوايتك أمثلة من الامتحان الوزاري Number one How do many people find fishing كيف يجد كثير من الناس هواية صيد السمك في الكتاب قال لنا There is nothing more relaxing than sitting by the river watching nature I'm feeling part of it فسوف نقول في الإجابة They find it relaxing هم يجدونها تدعو إلى الاسترخاء They find it relaxing or very relaxing وإذا نستطيع أن نقول very relaxing إذن How do many people find fishing كيف يجد كثير من الناس هواية صيد السمك They find it هم يجدونها relaxing تدعو إلى الاسترخاء Number two Can sometimes a hobby turn into a job هل يمكن في بعض الأحيان الهواية تتحول إلى وظيفة أو عمل أو مهنة Yes نعم Yes it can نعم إنها يمكن أن تتحول إلى ذلك لماذا؟ لأنه في القطعة قال لنا Hobbies can sometimes turn into a job أن الهوايات يمكن أن تتحول إلى مهنة أو عمل أو وظيفة Number three What is a hobby؟ ما هي الهواية؟ ما هو تعريف الهواية؟ قمنا بتعريف الهواية قبل قليل أعزائي طالب قلنا It is something إنها شيء you do in your spare time تقوم به في وقت فغارك for enjoyment لأجل المتعة and relaxation والاستخاء إذن What is a hobby؟ ما هي الهواية؟ It is something you do in your spare time for enjoyment and relaxation ننتقل إلى question number four Is a blanket weaving still popular in many homes؟ أنصر هل حياكة البطانية لا تزال شائعة في العديد أو الكثير من المنازل؟ أنصر أجل نعم Yes It is نعم هي كذلك Yes, it is نعم هي كذلك لماذا Yes, it is لأنه ذكر ذلك في ال reading passage في قطعة القراءة So is a blanket weaving still popular in many homes؟ أنصر Yes, it is السؤال number five What do weavers use to create beautiful patterns؟ ماذا ما الشيء النساجون يستعملونه لكي يصنعوا نماذج جميلة؟ هم يستخدمون They use هم يستخدمون Wool الصوف Felt الجلد اللبات و Silk الحغير أو يعني بعض أو نوع من الصوف مأخوذ من نوع من الماعز ما الشيء الذي يمكن ما الشيء الذي يستخدمه النساجون ليصنعوا نماذج جميلة؟ They use wool هم يستخدمون الصوف Felt اللبات Silk الحغير أو موهر أو صوف المعز أو نعم صوف المعز ننتقل إلى number six What can a person acquire by participating in a particular hobby؟ ما الشيء الذي يمكن للشخص أن يكتسبه بالمشاركة في هواية معينة؟ What can a person acquire by participating in a particular hobby؟ Substantial skill مهارة كبيرة and knowledge ومعرفة in that area في ذلك المجال إذن يستطيع أن نقول one الشخص can acquire يمكن أن يكتسب substantial skill مهارة كبيرة and knowledge ومعرفة in that area number seven Do we need a lot of patience in a blanket with a hobby؟ answer هل نحتاج إلى صبر كبير أو كثير في هواية حياكة البطانية؟ أجب بالتأكيد نعم yes we do نعم نحن نحتاج إلى ذلك Do we need a lot of patience in a blanket weaving hobby؟ answer yes we do نعم نحن نحتاج إلى ذلك number eight what can a hobby include ماذا يمكن أن تتضمن الهواية؟ okay it can include إنها يمكن أن تتضمن collecting things doing something creative or artistic playing sports and other games and watching television إنها يمكن أن تتضمن collecting things جمع الأشياء doing something creative or artistic القيام بشيء إبداعي أو فني playing sports ممارسة الرياضة and other games والألعاب الأخوة and watching television وكذلك مشاهدة التلفاز what can a hobby include؟ it can include collecting things doing something creative or artistic playing sports and other games and watching television number nine by continually participating in a particular hobby one can acquire فراغ complete بالمشاركة المتكررة أو بشكل متكرر in a particular hobby في هواية معينة one can acquire فإن الشخص يمكن أن يكتسب فراغ complete أكمل يريد مننا أن نكمل هذا الفراغ أو نكمل هذا الفراغ عفوا ما الذي يمكن أن يكتسبه الشخص عندما يشارك بشكل متكرر في هواية معينة؟ مهارة كبيرة ومعرفة في ذلك المجال إذن نقول substantial skill and knowledge in that area فنكتب في هذا الفراغ substantial skill مهارة كبيرة and knowledge ومعرفة in that area في ذلك المجال number ten many people find fishing boring الكثير من الناس يجدون صيد السمك boring مملا true or false بالتأكيد false لأنه they find it they find nothing more relaxing than fishing لأنهم لم يجدوا أي شيء أكثر استرخاء أو يدعو إلى الاسترخاء من صيد السمك وليس boring so many people find fishing boring الكثير من الناس يجدون صيد السمك مملا false number twelve weathers use only wool to create beautiful patterns true or false النساجون يستخدمون فقط الصوف to create لكي يصنعوا beautiful patterns نماذج جميلة بالتأكيد هذه جملة خاطئة لأنهم يستخدمون wool الصوف وأيضا felt اللبات silk الحغير and موهر وأيضا صوف المعز إذن الإجابة false weathers use only wool to create beautiful patterns false أكا أعزائي الطلبة الآن سوف ننتقل أين يمكن أن يأتي السؤال على هذا الموضوع في الامتحان الوزاري السؤال على هذا الموضوع في الامتحان الوزاري عزائي الطلبة يكون هو السؤال الثاني هذه نموذج لأسئلة لعام 2019 السؤال الثاني عفوا السؤال الأول الفرع س السؤال الأول عزائي الطلبة يتكون من ثلاثة فرع A و B و C الفرع A والفرع B يكون على القطعة الخارجية والفرع C يكون على قطعة الكتاب أجب على خمس من الأسئلة الآتية using the information مستخدما المعلومات من كتابك المنهجي الآن لو أتينا إلى الأسئلة الواغدة على القطعة التي قرأناها للتو لدينا number two الجملة الرقم الثاني أو السؤال الرقم الثاني ويبرز النساجون يوز يستخدمون وول الصوف only فقط to create لكي يعملوا beautiful patterns نماذج جميلة true or false بالتأكيد false قلنا قبل قليل في حال هذا السؤال أن الجملة تكون false إذن كمان نلاحظ عزاء الطلبة السؤال على هذا الموضوع يأتي في السؤال الأول الفرعسي وأيضا بالنسبة للتعارف سنأتي لها التعارف بعد قليل سننتقل إلى نموذج آخر عزاء الطلبة لأسئلة الوزارية هذه أيضا نموذج لأسئلة الوزارية لعام 2018 أيضا لدينا السؤال الأول الفرعسي لنرى هل يوجد سؤال على القطعة التي قرأناها ورد في الأسئلة الوزارية لنرى نعم السؤال نمبر 5 أيضا هنا question number 1 We have A and B C الفرعسي question number 5 How do many people find fishing كيف يجد كثير من الناس هواية صيد السمك قلنا relaxing يجدونها تدعو إلى الإصخة relaxing كما نراحض عزاء الطلبة أن السؤال على هذا الموضوع يأتي في الامتحان الوزاري السؤال الأول الفرع سي يكون على قطع الكتاب والذين كما تعلمون أكثر من قطعة كتاب في الكتاب مثل قطعة تيفي كامودي وبانثر وأيضا هنا لدينا what is your hobby نأتي الآن إلى سؤال التعاريف عزاء الطلبة كما قلت لكم أن سؤال التعاريف من الأسئلة المهمة جدا السؤال التعاريف يكون السؤال الثالث كما نلاحظ السؤال question number 3 vocabulary and punctuation هنا number 8 choose words هذا هو سؤال التعاريف أحيانا يعطينا عفوا الإشياء المعرفة وأحيانا لا يعطينا إياها إذا نظرنا إلى هذا السؤال choose words اختر كلمات from the list below من القائمة أو الموجودة في الأسفل that match التي تلائم the following definitions التعاريف الآتية definitions تعاريف لنرى هل يوجد سؤال وارد على التعاريف التي قمنا بحلها قبل قليل في كتاب التماريل نعم نذهب إلى الجملة number 6 number 6 عفوا number 6 يقول something you do in your spare time شيء تقوم به في وقت فراغك هذا تعريف أي شيء عزاء الطلبة هذا تعريف الهواية hobby سو هنا في هذه الجملة تعريف الهواية فنكتب في الإجابة number 6 hobby ليس لدينا يعني على التعاريف اللي أخذناها السؤال الآخر سنأتي أو نذهب إلى النموذج الآخر من الأسئلة أيضا سوف نذهب إلى سؤال التعاريف وكما قلنا أن سؤال التعاريف هو سؤال number 3 أوكي هنا لدينا question number 3 vocabulary and punctuation السؤال التعاريف هو number 8 you could choose the words يقول اختر الكلمات from the list below بين القائمة الموجودة في الأسفل that much التي تلائم the following definitions التعاريف التالية هنا سنرى هل يوجد يعني سؤال على التعاريف الخمسة أو العشرة التي قمنا بحلها قبل قليل لنرى number 1 another word for a writer كلمة أخرى تعني الكاتب نعم قبل قليل قمنا بحل هذا السؤال هي ما هي كلمة author المؤلف كلمة author المؤلف كلمة author المؤلف إذن another word for a writer هي author كما تلاحظون عزائي الطلبة سؤال التعاريف هو من الأسئلة المهمة جدا فلذلك يجب أن نقوم بحفظ هذه التعاريف لكي نستطيع أن نجب على الأسئلة الواردة عليها في الامتحان وزاري أساء طلبان مطلوب منكم أن تقوموا بكتابة هذه الأسئلة الوزارية الواردة على قطعة what is your hobby في كتاب أو في دفتر الملاحبات الأسئلة الواردة على قطعة what is your hobby لدينا هنا خمسة أسئلة أو أربعة أسئلة عفواً وأيضاً لدينا هنا 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 لدينا أربعة أسئلة يجب أن تكتب في دفتر الملاحبات وأيضاً لدينا هنا أيضاً number five or six or seven or eight هذه أيضاً يجب أن تكتب في دفتر الملاحبات وأيضاً لدينا سؤالين آخرين أو ثلاثة أسئلة أخرى هذه أيضاً يجب أن تكتب في دفتر الملاحبات بك أعزائي الطلبة نأتي الآن إلى نهاية الدرس اليوم شكراً للمشاهدة نلتقيكم في دروس قادمة إن شاء الله مع السلام